سلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة إنجليزي تحت الصفر بهيدا الحلقة رح نتعرف على أهم العبارات اللي تستخدم بالتحية والسلام خلونا نبدأ أولا عندي كلمة hi hi وكلمة hello hello الاثنين بيعنوا مرحبا ولكن كلمة hi تستخدم أكثر مع الأصدقاء والأشخاص اللي معودين عليهم بينما كلمة hello تستخدم أكثر مع الأشخاص اللي منقابلهم أول مرة أو بأماكن العمل مثلا يعني هي أكثر رسمية تحية الصباح أو صباح الخير good morning good morning التحية اللي تستخدم بعد الظهر أو نحن بالعربي يعني منقل له وقت العصر هي good afternoon good afternoon good afternoon أما التحية اللي تستخدم مساء فهي good evening مساء الخير good evening good evening ليلة سعيدة good night good night good night أتمنى لك يوما سعيدا have a nice day have a nice day have a nice day كيف حالك؟ how are you؟ how are you؟ how are you؟ how are you؟ إذا بدي أسأل شخص إنه كيف حالك هايدي الأيام بقل له how are you doing these days؟ how are you doing these days؟ how are you doing these days؟ في عبارة تانية للسؤال عن الحال وهي how is it going؟ how's it going؟ how's it going؟ إذا ما نقول لشخص إنه الله يحفظك أو الله يبارك فيك منقل له may god bless you may god bless you may god bless you أطيب التمنيات لكم best wishes for you best wishes for you best wishes for you إذا شخص عيد ميلاده ومننقل له عيد ميلاد سعيد منقل له happy birthday happy birthday happy birthday ببداية السنة لما مننقول سنة جديدة سعيدة منقول happy new year happy new year happy new year بعيد ميلاد السيد المسيح منقول merry christmas يعني عيد ميلاد سعيد ولكن هون نقصد ميلاد السيد المسيح merry christmas merry christmas إذا منا نقول إنه هل كله شيء بخير أو هل كله شيء على ما يرام منقول is everything okay؟ كل شي منيح يعني is everything okay؟ لحتى تقول من الجيد رؤيتك بتقول it's good to see you it's good to see you أما إذا بدي أقول مسرور للقائك فبقول I am pleased to meet you I am pleased to meet you من اللطيف مقابلتك it's nice to meet you it's nice to meet you it's nice to meet you على الرحبة والسعة أو أهلا وسهلا you're welcome you are welcome you're welcome لحتى نقول شكرا جزيلا أكد إلا كتير طرق ولكن الأكتر شهرة الأكتر معروفين هني thank you very much thank you very much أو thank you so much thank you so much وإذا كنا عم نتحدث بطريقة غير رسمية مع أصدقائنا يعني مثلا فينا نقول thanks thanks أو thanks a lot thanks a lot thanks a lot وهيك من كنا وصلنا لنهاية حلقتنا بشوفكم بحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة